مرحبا بهذا السلايد الكثير صغير رح نحكيه لغريد تان عن شي اسمه أوتوترافي and هتيروترافي بيب خلينا نبلج بال أوتوتراف شي يعني أوتوتراف أوتوتراف هي كلمة مكونة من كلمة تعني نورشمنت يعني فينا نقول تقريبا أوتوتراف يعني باي اتسالف شو صار معنا الكلمة صار معنا الكلمة انه أوتوتراف هني الوريجانيزم يلي قادرين هني يصنعوا الفود ثبعا سو أوتوتراف is an organism capable of synthesizing يعني producing its own فود وأكيد هايدي الفود بتكون مكونة من organic matter طيب من من شو بيتصنع من شو هو بيصنع هيدا الأوتوتراف his food its organic matter بس من inorganic substances يعني أنا بعطي هالأوتوتراف بس مي وأملاح water and mineral ions وبتركه هو يصنع its own food أوكي طيب شو الشرط من يستعمل light هلا هو ممكن يستعمل chemicals بس هيدا مش مطلوب من كل السنة مثلا البلانت 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 الجرين بلانت هني أوتوتراف ليش؟ لأنه أنا كل اللي بعطيهم هي water and mineral ions وبعرضهم للشمس وهنا بيصنعوا الorganic matter لهم يلي هي glucose أوكي فإذاً آخر كلمة عن الأوتوتراف أوتوتراف هني organism قدرين يصنعوا الفود يلي هني هيتغزوا علي من شو من inorganic matter بينما الهيتروتراف كمان هيتروتراف هي عبارة عن two parts trough يعني nourishment هيترو يعني مش هو بيعمله so هيتروتراف إن organism ما بيقدر يصنعوا دير own food بالعكس بيتكلوا على غير organism بيكلوا يا بلانت يا أنيملز وما أنه البلانت والأنيملز هني مكونين من organic matter معنات الهيتروتراف أنا بدي أعطيهم organic matter اللي يعيشوا هني ما بيقدر يصنعوا their own organic matter فإذاً هيتروتراف هني organism they cannot synthesize their own food بس بيتكلوا على غيرهم اللي ياخدوا منهم food مثل مين مثلا؟ مثلنا نحنا مثل الpeople نحنا ما فينا نعيش بس عمي وأملاح ونتكل على الشمس ونصنع الجلوكوز أبداً نحنا مناخد organic matter من plant مناخد organic matter من animal ما فينا نحنا نصنعه هيدا كان بالنسبة لل هيتروتراف طيب إذا أجاني exercise بالامتحان وقال لي حدد إذا هيدا الorganism كان أو هيتروتراف أو هيتروتراف بترهيني هلا إذا كان الorganism اللي عطينيه بيقدر يعيش بمطرح ما فيه إلا mineral matter أكيد in the presence of light فإذا هيدا أوتراف رح عيد إذا أوريانيزم عطيته بس mineral matter وظل عايش معناته هو استخدم هال mineral matter فيعمل its own organic matter لما أنه هو يصنع الفوت لحاله فإذا هو أوتراف بينما إذا أنا عطيته بس mineral وعرضته للشمس وما قدر يعيش يعني ما قدر يصنع الأورغانيك ما ترلق له فإذا هو هيتروتراف لكن أوتراف بعطي بس mineral بعطي light بعيش الهيتروتراف ما فيه أعطي بس mineral مش بوره أعطي أورغانيك ماتر لحتى يعيش أعطي 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 إلى أعطي أعطي بع Hern 라خي